السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين التدريب الأول بعنوان إنشاء الموقع الإلكتروني وفي هذا التدريب بإذن الله تعالى سنتعرف على واجهة برنامج الإكسبريشن ويب فور وذلك بعد تحميله وتثبيته على الجهاز وسنقوم من خلاله بإنشاء موقع جديد ومن ثم إنشاء الصفحات وتغيير اتجاهها من اليمين إلى اليسار أو العكس وكذلك حفظ هذه الصفحات ومن ثم إغلاق الموقع متطلبات التدريب نحتاج إلى جهاز حاسب آلي وكذلك برنامج المايكروسوفت أكسبريشن ويب فور تعتبر المواقع الإلكترونية من أهم وسائل تبادل المعلومات وهناك العديد من البرامج التي يمكن من خلالها إنشاء المواقع الإلكترونية مع إمكانية إضافة النصوص والصور وغيرها بسهولة مع إمكانية تنسيق الصفحات التي بالموقع وبرامج التصميم إما أن تكون مجانية أو غير مجانية وسنتعرف اليوم على برنامج الإكسبريشن ويب فور وهو برنامج مجاني مقدم من شركة مايكروسوفت والذي يمكن من خلاله إنشاء المواقع الإلكترونية وتصميم الصفحات ويمكن الحصول على نسخة من البرنامج من خلال هذا الرابط أو من خلال محرك البحث نقوم بكتابة اسم البرنامج مايكروسوفت إكسبريشن ويب فور ثم نقوم بعملية البحث ستظر لدينا مجموعة من النتائج ننقر على الرابط الأول نقوم بالنقر على الرابط الأول ستظر لدينا هذه الصفحة نقوم بالنزول إلى الأسفل وننقر على الأمر داون لود بعد النقر على الزر يتم بدء التحميل بعد اكتمال التحميل نذهب إلى الملف ونقوم بالنقر عليه نكرتين ستبدأ عملية التثبيت ثم نقوم بالنقر على أكسب ثم ننقر على نو لأننا لا نريد الانضمام من أجل تحسين البرنامج وما شابه ذلك ثم ننقر على next ثم بعد ذلك ننقر على install تثبيت وننتظر قليلا حتى يتم تثبيت البرنامج بعد ذلك ننقر على finish انهاء بعد ذلك نقوم بفتح البرنامج من خلال قائمة يبدأ وننقر على اختصار البرنامج نقرأ واحدة ستمفتح لدينا الواجهة الرئيسية للبرنامج ستظر لدينا الرسالة هل تريد أن يكون هذا البرنامج هو البرنامج الافتراضي لتحرير الصفحات؟ ننقر على no لا لا نريد ذلك إذن هذه هي الواجهة الأساسية للبرنامج دعونا نتعرف على مكونات هذه الواجهة إذن في الأعلى هنا شريط القوائم وأسفله تماما شريط الأدوات القياسي وهنا منطقة قائمة المجلدات وهنا في الأسفل خصائص الأدوات وهنا في المنتصف تماما هي محتوى الصفحة التي يمكن أن نضيف المحتويات كالصور وغيرها وهنا مربع الأدوات لإضافة الأدوات المناسبة مثل إضافة صورة ومقطع مرئي في الصفحة وما شابه ذلك ولإنشاء موقع جديد نقوم بالنقر على الأمر site من شريط القوائم ثم نقوم باختيار الأمر new site موقع جديد ستظهر نافذة نقوم بالنقر من الجانب الأيسر على الأمر قوالب templates ثم بعد ذلك نختر الأمر الأول organization 1 المنظمة الأولى ثم بعد ذلك ننقر على browse استعراض إذا أردنا أن نقوم بتغيير مكان حفظ هذا الموقع ويمكن عدم تغيير مكان حفظ الموقع بأن يبقى في المستندات داخل مجلد my website ثم نقوم بكتابة اسم الموقع ويمكن أن يكون باللغة العربية ثم ننقر على ok ستظهر بعد ذلك مجلدات وصفحات الموقع ولمشاهدة الصفحة الرئيسية نقوم بالنقر على الصفحة التي تسمى default.html ويمكن الاطلاع بعد ذلك على محتوى هذه الصفحة ونلاحظ أنها تحتوي على نصوص وصور كما في الشكل ولإنشاء موقع فارغ نقوم باختيار الأمر site ثم نقوم باختيار موقع جديد new site ستظهر لدينا هذه النافذة ومن العمود الأيسر نقوم بالنقر على general الوضع العام ثم نقوم باختيار موقع فارغ empty site ثم ننقر على استعراض براوزر إذا أردنا تغيير مكان الحفظ ويمكن عدم تغيير مكان حفظ الموقع بأن يبقى في المستندات بداخل مجلد my site 1 فإذا قمنا بالحفظ للمرة الثانية سيكون my site 2 ثم نقوم بكتابة اسم الموقع ثم ننقر على ok وهكذا إذن نلاحظ أن هذا المجلد الأبيض لا يوجد به أي صفحات أو أي ملفات ولإنشاء ملفات أو صفحات جديدة نقوم بالنقر على الأمر file من شريط القوائم ثم نختر الأمر new ثم ننقر على html كما يظهر في الشكل وعند النقر تظهر هذه الصفحة الفارغة البيضاء نقوم بكتابة نص هنا مثلا صفحة جديدة ونقوم بتنسيقها بتوسيطها هنا في منتصف الصفحة ونقوم بتغيير حجمها ولونها وهكذا ولتغيير اتجاه الصفحة نقوم بما يلي ننقر بزر الفرع الأيمن على الصفحة ونختر الأمر page properties خصائص الصفحة ثم من page direction اتجاه الصفحة نقوم بالنقر على السهم المجار ونختر right to live أي من اليمين إلى اليسر وننقر على ok وهكذا ونلاحظ هنا ظهور علامة النجمة بعد اسم الصفحة وهذا يدلنا على أن هناك تغيير لم يتم حفظه بعد ولحفظ الصفحة والموقع ننقر على الأمر file من شريط القوائم ثم نختر الأمر save أو اختصارا من لوحة المفاتيخ control s ثم بعد ذلك تظهر دين نافذة نقوم بكتابة اسم الصفحة فيها فمثلا نكتب الصفحة الرئيسية ولكتابة عنوان يظهر في أعلى الصفحة عند مشاهدتها في المتصفح نقوم بالنقر على الأمر change title أو تغيير العنوان ثم نكتب العبارة أهلا وسهلا بكم في موقع أخبار التقنية ثم ننقر على ok ومن ثم نقوم بالنقر على الأمر save والإغلاق الموقع نقوم بالنقر على الأمر site موقع من شريط القوائم ومن ثم نقوم بالنقر على الأمر إغلاق close وهكذا إذن هذه هي أبرز نقاط درسنا لهذا اليوم نرجو أن تكونوا قد استمتعتم استمتعتم هذا والله أعلم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين